ضمن منهجها اليومية إدارات رياض الأطفال تصحبهم إلى المساجد لتعويدهم على هذا المناخ وما فيه من تربية وهداية وحرصا على أداء العبادات من الممارسات الطيبة الرائعة هو أن يزور الأطفال المساجد المباركة ليتعلموا معالم دينهم وليروا ما موجود في المساجد وليحثهم على أداء العبادات كذلك من الممارسات التي نحث العوائل على القيام بها في هذا الشهر المبارك هو قراءة القرآن الكريم تعليهم القراءة ولو قراءة سور القصار أجينا للمسجد لنتعلم القرآن وتعلمنا الصلاة أجينا للمسجد الشيخ علمنا الصلاة والقرآن بسم الله الرحمن الرحمن نزلناه في ليلة القدر وما راكم على ليلة القدر ليلة القدر خير من الفشاة تنزل الملاكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام منهي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم أجواء روحانية تغرس في نفوس الأطفال من خلال تعليمهم أسس الدين الإسلامية وقواعده وقراءة القرآن وتلاوته فضلا عن الالتزام بالسلوكية والممارسات الصحيحة التي تنعكس إيجابا على شخصية الطفل هذا شهر رمضان شهر الخير والطاعة شهر الفضيل نستغل هذا الشهر بالتعليم أسس وأصول الدين ونخليهم الوعي والتقدم ونطيهم الفكرة أن هذا شهر فضيل ليس فقط تربية وتعليم لا بالعكس أن نطيهم صورة حلوة وواضحة على شهر رمضان أنهم أطفال صغار يعني لازم يتعلمون من البداية نطبع بقلبهم يعني التعليم الدينية الصلاة القرآن يعني نعلمهم على عادات حلوة يعني بمس دراسة الطفل من يتعلمه بالبداية يموت تعلمه بس دراسة ويتعلم يقرأ ويكتب يتعلم لازم عادات يعني على الصدق على الإيمان على الأخوة يعني بياناتهم يتعلمون على العلاقات الحلوة بياناتهم يتعلمون على الاحترام للكبير أهداف سامية تسعى إليها إدارات رياض الأطفال من خلال ترسيخ وتهذيب عقل الطفل فقراءة القرآن وتلاوة آياته ترسم الطريق له وتنمي عقله وتعرفه بأساسيات الدين الحنيف من محافظة واسط لبرنامج صباحات رمضانية ابتسام الصاف